أكدت المتحدث الرسمي باسم مقر الرئيس مسعود بارزاني الدكتورة خالدة خليل أكدت بأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري من المحكمة الاتحادية العليا سيحول دون انعقاد مجلس المحكمة لعدم اكتمال النصاب وذكرت في مقابلة لها مع برنامج المعادلة الذي يبث غدا الساعة السابعة أو غدا السابت عند الساعة التاسعة مساء على قناة وانيوز أكدت أن الاختلال المكوناتي يناقض النظام الداخلي لهذه المحكمة نتابع أولا المحكمة مرح تقدر تنعقد لأنه لازم يكون انعقادها بالإجماع فعدم حضور القاضي مع أنه المحكمة الاتحادية قالت بأنه هذا مرح يأثر يحضر الاحتياط مصدروا بيان تقريبا بعد ساعة لا هذا مو صحيح يعني يشوف نفس النظام الداخلي اللي هم عدلوا بالمادة ستة التوازن المكوناتي لازم يكون موجود به ما طول أنه أكو توازن بالخمسة من الشيعة ثنين من السنة ثنين من الكرد واحد سليمانية واحد أربيل وماكو قاضي احتياط فكيف سيعوض